موسيقى مشاهدين أهلا بكم أشرف الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى بمدينة تمسنا على تدشين مدينة البهن والكفاءات لجهة الرباط السالة القنيطرة التي تعتبر مؤسسة لتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التمييز والابتكار ويعكس إنجاز مدينة المهني والكفاءات الرباط السالة القنيطرة التي تشكل جزءا من برنامج شامل يتم بمجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على المستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر بـ 4.4 مليار درهم الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع التكوين المهني كرفعة استراتيجية لتحسين تنافسية الاقتصادية ومصارا واعدا لتحقيق الإدماج المهني للشباب للحديث عن هذا الوضع يحضر مع نفيذ في الصباح الأستاذ عبد الفتاح فاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسة الاستراتيجية دكتور صباح الخير أهلا بك مرحبا شكرا طيب بداية دكتور ما أبرز ما يميز هذه المدينة الجديدة مدينة المهن والكفاءات وأيضا هذه الاستراتيجية التي ترسمها المملكة في مجال التكوين وفعلا هذا حدث تاريخي متميز جدا على ما زال في مصار التنمية الاقتصادية التي بدأها المغرب وهذا انطلاقا من خطب ملكية أكدت بأن الدولة ستنطلق من دولة نامية إلى دولة ناشئة أو صاعدة وبالتالي هذا يجب أن يستوجب أن يكون متوافقا كذلك مع خطط واستراتيجية الدولة على مستوى توفير موارد بشرية بكفاءات حديثة مهنية وكذلك قريبة من الواقع وفي هذا الصياق كان لابد من أن يكون هناك تطوير مواكب كذلك لحملة التطويرات الخاصة بمثالك التعليم صفة عامة تعليم التنوي والتعليم العالي وتبعا كذلك التكوين المهني في صياق توفير موارد بشرية على أعلى مستوى وبالتالي هذه المدينة تشكل انطلاق قوية نحو تصور جديد لمناح التكوين على مستوى كذلك الدراسة البيضاقوجية على مستوى كذلك التعليم بالمحاكات أو تعليم بالنظير انطلاقا من التفاعل المكونين أو المتدربين مع بعضهم البعض ثم كذلك تصورهم كذلك للمصانع الواقعية من خلال إيجاد مصانع بيضاقوجية داخلية هذا التكوين أو هذه المدينة لأول مرة يعني نشهد مثيلة لها وربما هي متميزة ومتطورة ومتقدمة بالمقارنة كذلك مع ما تعتمده الدول المتقدمة في مجال الصناعات الدقيقة وهذا كذلك يؤسس بأن المملكة المغربية ستنفتح على تطوير مشاريع اقتصادية كبرى على شكلة السيارات الكهربائية على شكلة كذلك التطوير الحاصل في مجال صناعة الطيران ولكن كذلك المغرب كذلك يعيد بدخول مجالات أخرى تتعلق بالرقمنا وبالدكاء الاصطناعي لذلك فهذه المدينة هي استراتيجية من النحية النوعية وكذلك سيواكب وكذلك إحداثات أخرى تخص جميع جهات المغرب وهذا ما يعني بأننا نحن أمام استراتيجية شاملة تهم بشكل متوازن كافة جهات المملكة 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار يبلغ 4.4 مليار ديرهم وهذا رقم مهم وهذا استثمارات كبيرة جدا ومهمة ما أهمية دكتور أن تتوفر المملكة على مدن لتكوين بهذه الشاكلة اليوم بالنظر إلى مختلف القراءات الدولية للطفرة النوعية التي يحققها المغرب في مجال الصناعة خاصة صناعة سيارات وصناعة طائرات هناك العديد من المؤشرات تقول بأن المملكة المغربية أوجدت فضاء للتكوين وأوجدت موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأعتقد بأن المملكة المغربية اليوم لها مطالب بخصوص تطوير نوعية الكفاءات بالنظر إلى الصناعات التي سيلجوها المغرب في صياق أن تصبح دولة صعيدة وقوية ومصنعة ودولة طبعا هذا صياق حداتي كبير كان يقود جلالة الملك مغرب حداتي ديمقراطي طبعا وهذه الحداتة الديمقراطية على مستوى السياسي والاجتماعي وكذلك على مستوى الصناعي اليوم يبدو من خلال هذا الرقم بأن هناك إرادة سياسية بالغة الأهمية يتم الإشراف عليها من قبل جلالة الملك نصره الله للوصول إلى هذا الهدف أو هذا المبتغى التي تعمل في إطاره الدولة وهي إيجاد موارد بشرية مدربة على أحسن تكوين وقادرة كذلك على ولوج سوق الشغل وفق المواصفات المطلوبة وخاصة المواصفات حديثة والأكثر دقة كما قلت تجاوبا مع الصناعات الجد الدقيقة في مجال صناعة السيارات وفي مجال كذلك الصناعة الطائرات وفي مجال كذلك الصحة ومجال كذلك الصناعة الغذائية وفي مجال كذلك السياحة هذا بالنظر كذلك إلى عدد الأقطاب التي تم استهدافها وهي ستة أقطاب تشمل الصناعة وتشمل السياح وتشمل التجارة وتسير وتشمل عدد كبير من المجالات بالنظر كما قلت إلى طبيعة الصناعات التي سيلجها المغرب بالفعل وهناك أيضا دكتور قيمة مضافة اجتماعية واقتصادية لإنشاء هذا الجيل الجديد من مدن تكوينة نعم بكل تأكيد كذلك المسألة كذلك في ارتباط قوي كذلك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أنك تنمي سوق الشغل المغربية أن تصبح أول المملكة المغربية قادرة على جد باستثمارات هذا يوفر فرص الشغل بالإضافة إلى ذلك هناك تنمية على مستوى الكفاءة وبالتالي هناك إعطاء فرص للشباب المغربي للولوج إلى مصانع أو إلى إيجاد فرص الشغل في كافة القطاعات يعني بنظرة تكاملية حتى أن هذه التكوينات لما أنها تشمل جميع الجهات فهي تعطي تتعاطى بشكل متوازن مع كافة الجهات في إطار تنمية متوازنة لكل جهات المملكة بالفعل الفكرة مراعاة التوازن المجالي بين جهات المملكة كذلك طبعا وهذه فلسفة من بين الفلسفات التي يشكل مغرب نموذجا فيها أشرف عليها جلالة الملك حينما كنا نتحدث عن عدالة فيما بين جهات المملكة والتي يرعى جلالة الملكة بشكل خاص طبعا وتقليص الفرق فيما بين الجهات وبين كذلك الساكنة في مختلف المدن وأقاليم المملكة وطبعا هذا كذلك سيكون بالتوازي على مستواجر باستثمارات في كل جهات المملكة أي أننا لن نتحدث عن قطب صناعي القنيطرة أو طنجة الدار البيضاء أو الجديدة ولكن نتحدث عن أقطاب صناعية في مختلف جهات المملكة بالنظر إلى القيمة التنفسية والاقتصادية التي أصبحت متاحة داخل المملكة المغربية بتوفير موارد بشرية كفأة قادرة على العمل وقدرة كذلك على الإبداع واختراع أشياء جديدة في سياق عالم متغير ومتطور بشكل متوالي ومستدام طيب وهناك دكتور جيل جديد من التكوينات ينفتح إليه المغرب كما قلتم جيل دكا الإصطناعي وجيل صناعات البطاريات الكهربائية وجيل صناعات الأخرى التي تنفسح إليه المملكة خصوصا الصناعات العسكرية الدوائية وهذه مجالات جد مهمة بنسبة لقطاع التصنيع الذي يسعى المغرب إلى اختراقه وإلى تطويره بشكل كبير نعم بكل تأكيد هذا جيل جديد يوازي الرهان المغربي للولوج إلى قائمة الدول المصنعة للولوج كذلك إلى الانتقال من دولة فلاحية إلى دولة تصنيع وإلى إنتاج بالنظر كذلك إلى هذه التكوينات وتنوعها كذلك هناك كما قلت موازات مع مجالات اليوم مفتوحة كدخول المغرب في تفعيل يعني الاتفاقات العسكرية وتطوير الصناعة الداتية للمملكة المغربية في مجال الصناعات العسكرية ثم كذلك تتقدم هائل وكبير بالنظر إلى سقف الأرقام التي المعلن عليها على مستوى إنتاج السيارات وكذلك الطائرات وكذلك نوعية هذا الإنتاج حينما نتحدث اليوم عن سيارة مغربية بتقنيات جديدة وكذلك برأس مال جديد لا سواء بشري ومادي وكذلك حتى على مستوى التخطيطه هذا شيء كبير جدا يجب أن يواكبه تكوينات يجب أن يواكبه مصار تعليمي يستوعب هذه الاحتياجات وطبعا هذا هو الحقيقة الذي يخده مغرب بشكل متكامل أو خمس شعبة تكوينية ثمانون منها حديثة نشعة يعني جديدة جديدة نعم وخمسة وعشرون شعبة تمت إعادة هيكلتها وتحيينها طبعا هذا يعكس من الناحية النوعية هناك نهج جديد وهناك استشراف للمستقبل ثم كذلك توقع نوعية الكفاءات المطلوبة من قبل السوق الشغل الحديثة بالنظر إلى ما قلت بالصناعات النوعية الدقيقة ثم كذلك يجب أن ننظر كذلك على الجانب الكمية هو أنك تستهدف خلال كل سنة يعني بين 3560 إلى 4560 يعني مكون بتكوين جيد مطلوب في سوق الشغل يعني بمجرد انتهاء يعني مدة تكوين يكون مطلوبا لدى سوق الشغل خاصة أنه يخرج من المؤسسة تكوينية ليس معنيا بضورات تدريبية يعني تتبيت التكوينات بالقدر بأنه ليس هناك توازن بين ما هو نظري وما هو تكويني ولكن يتم تخريج يعني كفاءة بشرية قادرة على العمل بشكل مباشر داخل المصانع بالنظر إلى طبيعة التكوينات البيضاقوجية والتي يعني تقوم على إيجاد مصانع نموذجية مصغرة داخل مختبر التكوين الآن دكتور إذا طلبت منك أن تعطيني عنوان عام أو فكرة عامة أين يدخل هذا المشروع ومشروع الجيل الجديد مشروع الذي يوازي أيضا بين فكرة التنمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويوازي أيضا هذه الطفرة التكنولوجية التي يعرفها تعرف القطاعات الصناعية مساوى العالمي ومساوى الوطني وأيضا فكرة نموذج التنموي الجديد ويتماها كذلك مع نموذج التنموي الجديد وأيضا مع العالمية الكبرى للدولة الاجتماعية وكذلك طبعا إذا ما أردنا أن نعنونا أو نضع عنوانا لهذه التكوينات الجديدة بالنظر إلى دقتها وإلى حداتها وإلى نوعية كذلك التكوينات هذا يشكل بأننا فعلا قد خطونا خطوة متقدمة في مجال دولة صاعدة في مجال الصناعات المتقدمة وأن المغرب قد سلك مسلكا صحيحا وهو يواصل تنفيذ هذه الخطوات باعتباره دولة فعلا قد ولجت باب الصعود أو الانتماء إلى الدول المتقدمة صناعيا بالفعل الأفسادة بالفتاح فاسيحي مدير مركز السعر ويفقير الدراسات الاستراتيجية نشكركم جزيلا شكر على الحضور معنا في طيب الصباح أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء